جلان جرينوولد الصحافي الشهير في صحيفة الجاردين البريطانية سيغرد من الآن وصعيدا خارج سربها فبعد حوالي سنة من عمل مشترك تضمن تسريب وثائق إدوارد سنودن الشهير عن وكالة الأمن القومي الأمريكية لم يستطع جرينوولد أن يرفض عرضا تلقاه سيحقق له ما وصفه بحلم كل صحافي وفيما لم يفصح جرينوولد حاليا عن نوعية العمل الذي سيقدم عليه أفادت مواقع إلكترونية بأنه سينشئ موقع إخباريا معلوماتيا خاصا به سيموله بيار أومي ديار مؤسس موقع إي باي وسيكون للموقع الإخباري مكاتب في نيويورك واشنطن وسان فرانسيسكو صحيفة الجاردين ردت من جهتها عبر المتحدثة باسمها على قرار جرينوولد مغادرتها فأعربت عن خيبتها لكنها على الرغم من ذلك تمنت له التوفيق